السلام عليكم أصدقاء الأعزاء بنقدم لكم الفيديو رقم 16 من سلسلة فيديوهات دليل مكافحة العدوى في تصميم المنشآت الصحية للمزيد من الفيديوهات برجاء زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو قناة اليوتيوب دكتور حسن كامل وإحنا يسعدنا الإجابة على أي استفسار من حضراتكم وفضلا وليس أمرا برجاء دعمنا باللايك والفولو في الفيديو ده هنتكلم عن معايير النفايات الطبية ينتج أثناء تشغيل المستشفيات كميات كبيرة من النفايات الخطرة ويعتبر التخلص الآمن لهذه النفايات من الأهمية بمكان لمكافحة العدوى بالنسبة لتصميم هذا القسم فيتم تحديد احتياجات المكان بحيث تشمل على أماكن مركزية لجمع وتخزين النفايات تصمم مساحة المكان على الحجم النفايات ومدة التخزين يجب توفر صرف بلوع أرضية ومصدر للمياه الأرضيات والأسطح والحوائط سهلت التنظيف جيدت التهوية محمية من عوامل الطقس ومن دخول الحشرات يمكن إغلاق الباب بإحكام والممرات المؤدية إليها تساعد على سهولة حرجة عربات نقل النفايات والنفايات الطبية يجب التخلص منها عن طريق الحرق والمحارق نوعان نوع كبير والتي تستخدم بمعدل خمسين رطل في الساعة أو أكثر ويجب أن تكون في غرفة منفصلة خارج المنشأة ويمكن المشاركة فيها لأكثر من منشأة صحية والنوع الثاني صغير وتستخدم بمعدل أقل من خمسين رطل من النفايات في الساعة ويمكن الاحتفاظ بها داخل المنشأة يجب توفر مساحة مناسبة لإجراءات النظافة والصيانة كما يجب توفر إمكانيات للتشغيل والتخزين المؤقت والتخلص من النفايات المعالجة مع تجنب وصول الروائح الكريهة لداخل المستشفى شكراً جزيلاً